ساحة الترحيب أول بادئ لمرسموها ساحة الترحيب مؤقتة جابوا لها ساحة جاهزة طهية اشتغلت هذه الساحة بهذا الشي اسمها جمعة فلوس جمعة فلوس بنفس الفترة أو قبلها تقريبا بالضبط تفقوا الموانئ المقصر الجنوبي والشمالي مع ثلاث شركات مع ثلاث شركات أن يأهلون موقع ساحة أخرى يأهلوها على حسابهم الشخصي ثلاث شركات لأنهم لا يأخذون عقودهم وهذه عقود سنارات وعقود شراكة بأرصفها وغيرها يأهلون ساحة للاستقبال يعني ساحة استباقية صير خوش أهلتوها على حساب من؟ على حساب هاي الشركات على حساب الشركات الثلاثة أهلوا الساحة يعني دفنوها لأن هي منخفض دفنوها بالإطراب معرفة شو هذه ورتبوها فصارت هاي الساحة بعدها سياجات السمام موجودة ولا مقرنص بها المهم صار الدفن والشغل كله عليه من على ثلاث شركات والدولة ما دفعت ولا درهم هذه جيد إذن هذا شقد مساحتها مساحتها كيلو وين ونص كيلو وين ونص مربع هاي الشركات دفعت مقابل شنو؟ مقابل أن تاخذ عقود؟ لا هي عندها عقود تمام فهي انبرت سوي هذا القضية أوكي هنا أنا هسا لا لا ضاير اجدت احنا قلنا شركة الرياء وين اخذت؟ اخذت ساحة ترحيب مؤقتة تمام وجمعت من عندها مبالغ وهذه الشركات تسولها الساحة اجدت الشركة هالدورة سوت اخذت هاي الساحة سوتها ساحة ترحيب كبرى ورا ما اكملوها اجدوا اخذوا ساحة ترحيب كبرى اش قد قالت انا اصارفة انا صارفة مئة وخفص سبعين بليار على شنو؟ على الساحة هاذا التعديلها وتنظيفها؟ هاي التنظيفها وتعديلها مقرنص مقرنص بمساحة معينة خمسمائة ألف متر على اساس سيتش يعني هو مليون وخمسمائة لازم انطونيها هسا؟ انطوهيها ساحة تشغيل مشترك ساحة الترحيب الكبرى سوهيها وطوهيها الشحنات من كل الموانئ والأرصفة وتجن يجني يجتمع عنوين؟ ساحة ترحيب الكبرى ساحة ترحيب الكبرى لازم يصير بها أتمتة ولازم يصير بها دور إدارة بناية ومعرفة شو يعني فتشغل على اساس زيل هسا هو تسئلة وهي بعدها تراب تسئلة تقول لي يا ابا وين البنايات؟ قال لك هاي كارفانات عندي كارفانات وداء ابني عود يعني داء ابني مراحل داء هسا من بدينا باللجنة بلشوا ويبنون عود بلشوا ويبنون بنايات مشافونا ضاغطين بلشوا زيان ترجمة نانسي قنقر شكرا